نتعامل إزاي بقى مع المباراة في النهاية وتكتكينا كابتن وايد طريقة اللعب الخطة التشكين نستخدم أوراق الناس زيك عشان نقدر أن نباخد المنتخب السنغال إن شاء الله ونسجل فيه أنا عايز أقولك على حاجة إحنا ممكن نستغل صقة برضو منتخب السنغال لأن خد بالك كلهم محترفين وكلهم برضو عندهم صقة عالية فممكن الصقة دي تدهم نسبة غرور شوية أن هو جاي كسبان أمم أفريقيا جاي لا هو نسبة اللعيبة اللي عنده المحترفين كتير جدا اللعيبة اللي عنده اللعيبة جامدة جدا فهو ممكن خد بالك تحس إن هو مش هقول نسبة استهتار لكن خد بالك السقة دي بتخليه إن هو بيحضر من تحت مش فارق مع أي حاجة أنت لو لعبت على الأخطاء بتاعته ممكن تشتغل على الحتة دي وده حصل قبل كده مع منتخب الكاميران زمان لو تفتكر في طولة أمم أفريقيا اللي خدناها مع كابتن حسن شحاتة استغلينا الحتة دي واستغلينا سقة اللعيبة الأفارقة لأنه هم يتعودوا خلاص إن هم يحضروا من تحت ومش قلقانين وبيحضروا حتى ممكن جوة 18 أو في التلت الأخير اللي هو الثلاثين يارضة دي فممكن إحنا نستغل للحاجات دي لأنه خد بالك إحنا اللعيبة المصرية أسكى شوية من الأفارقة في ناحية الكورة شوية يعني هو إيه بنغة الكورة بيعرف يتعامل كويس مع اللعيب الأفريقي لأنه اللعيب الأفريقي تحس إنه ليه سيستم هو عارف الكورة ديها تطلع وتطلع الكورة ديها تتباص وتتباص هو ممكن بزكاءه إنه هو باللغة يشتغل اللعيبة دي شوية إنه هو يقطع ويخليهم يبقى فيه أخطاء في التلت الدفاعي فممكن هو برضو يشتغل على الحتة دي فإن إيهان بقى يعني هو برضو مستر كيروش بيلعب بتاريط 4-3-3 وهو ما بيغيرهاش إيه وإحنا عندنا حتة البلوك الدفاعي ده بيعمله كويس قوي مفيش مشكلة منه لكن هي القصة كلها أنت بعد ما بتقطع الكورة بتعمل إيه هل أنت متمر أن أنت تطلع على حد ولا أنت تنقل 3-4 نقلات وتطلع على محمد صلاح أو تطلع على عمر مرموش لو هيلعب أو تريزي جيه الناس دي أو على مصطفى محمد فأنت بتتكلم هنا المشكلة اللي حصلت في أمم أفريقيا أن أنت بتقطع الكورة لكن مش عارف بتعمل بها إيه يعني إحنا عندنا مشكلة حتى في التحضير إحنا المنتخب الوحيد اللي تحس أن هو ما بيحضرش من تحت لأنه هو ما بينقلش 3-4 نقلات فدي مشكلة طب إنت لو ما بتنقلش 3-4 نقلات فأنت لما بتيجي تعمل بلوك الدفاع طب لما تقطع الكورة هتلعب على مين على محمد صلاح ولا تلعب على مرموش ولا تلعب على مصطفى طب إنت لما تيجي تلعب على محمد صلاح أو مرموش محمد صلاح مش من نوعية اللي ينزل قوي تحت يبقى بيدافع في التلاتين يارضة لأنه أنت طالب منه أنه هو يروح مساحة كبيرة جدا فبتاخد منه مجوك كبير جدا فالنهار ده عشان تشتغل بالأسلوب ده لازم على أقل محمد صلاح يبقى كبير وخط نص الملعب عشان لما تقطع تقدر تلعب عليه في المساحات لأنك أنت مشتين 3-4 نقلات هي واحدة والتانية وبعدين تحط لمحمد صلاح في المساحة مصطفى محمد هو اللي ممكن ينزل شوية على كوس نص الملعب في نص ملعبنا على أساس هو يبقى قافل برضو الحتة بتاعة نص الملعب شوية وتسيب محمد صلاح أو عمر مرموش عشان تعرف تشتغل عليهم ولما تيجي تقطع الكرة ما ينفعش الناس اللي في نص الملعب أنت بتلعب بتلاتة في نص الملعب ما ينفعش التلاتة يبقوا وقفين في مساحة واحدة لأنك هتخنق المساحة دي فالمساحة لما بتبقى صغيرة فرقة السنغال تقدر تستخلص الكرة بسرعة لكن لما الناس دي يعني الناس تطلع يعني واحد من الثلاثة يطلع أو اتنين أو الناس تقرب من بعضها عشان نطلع في الجزء التاني أعتقد هنشاكل خطورة كبيرة جدا على فريق السنغال لأنه ممكن يبقى فيه مساحات خلف دفاعات منتخب السنغال لأنه هو خد بالك برضو هيحتاج أنه هو يهاجم بعدد كويس لأنه إنت لما بتيجي تعمل بلوك الدفاع فهو محتاج عدد كويس يهاجم به فممكن تستغل الناحية الدفاعية والأخطاء اللي هو بيشتغل عليها في نص الملعب وتقطع تستغل المساحات اللي هي في خطة الدفاع